المرابطون يصلون للعاصمة نواكشوت بعد أيام في العاصمة السينغالية دكار تخللتها بعض الحصاص التدريبية تحضيرا لقاء ثلثاء القادم أمام جنوب السودان بعد أن أنهوا مباراة الذهاب هناك في جوبا بهدف لمثله كذلك منتخب جنوب السودان الذي تأخر عن معده حيث كان من المفروض أن يصل يوم الجمعة الماضي للعاصمة نواكشوت حصلت قناة المرابطون من بعض المصادر الإخبارية أنه سيصل صباحا لإذنين على متن الخطوط التركية وسيجري حصة تدريبية في الملعب الأولمبي مساء نفس اليوم تشكلت المنتخب الوطني بعد أن عرفت غياب عديد اللاعبين في لقاء ذهاب هناك في العاصمة جوبا على رأسهم لعب الارتكاز يحيى داللهي والمهاجم أدمابا والمدافع عبدالبا ولعب الوسطي خاصة كمراء تقول بعض المصادر الإخبارية أن ثلاث الدور الفرنسي خاصة كمراء وعبدالبا وأدمابا من المقرر أن يشاركوا في لقاء العودة صحبة لعب الارتكاز يحيى داللهي مما يعني أن تشكلة الفرنسي كورينتان مارتينز قد اكتملت وبدون غيابات تذكر مما يعزز أيضا من حظوظ المنتخب في تجاوز موقعة الثلاثاء القدم والتحضير إنسوري قرطاج في المحطة القادمة